السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هام لكافة العالم حكومات وشعوب هذا عنوان بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ اليوم الثالث عشر من محرم لسنة 1443 للهجرة الموافق الواحد العشرون من شهر أغسطس لسنة 2021 بسم الله الواحد القهار والصلاة والسلام على محمد النصر الله النبي المختار والتابعين للقرآن للذكر إلى اليوم الآخر ثم أما بعد يا معشر البشر من أنعم الله عليه بنعمة البصر هيا يرفع رؤوسكم الآن إلى كبد السماء ترون القمر البدر استدار من بعد دخول التاريخ العالمي ليوم السبت الساعة الثانية عشر بتوقيت ساعة بيت الله المعظم مكة المكرمة مساء يوم الجمعة ليلة السبت تشاهدون القمر مستديرا تماما بدرا ويكتمل مئة بالمئة فجرا بإذن الله الحكم بين المختلفين وكذلك يشرق القمر بدرا تاما مئة بالمئة مساء يوم السبت ليلة الأحد مكتملا وهو لا يزال بتاريخ الواحد والعشرون من أغسطس لسنة 2021 رغم أنوف كافة البشر شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله صاحب الحكم الفصل وما حكمه بالهزل فإذا لم يعترف كل مستكبر أن الشمس حقا أدركت القمر مع أنه يملك السمع والبصر فأبشروا بعذاب من رب العالمين يذهب أبصاركم الذين يصدقون الصادين المكذبين ويكذبون الصادقين ويكذبون أبصارهم وهم ينظرون إلى القمر المستدير وسط سماء الشرق الأوسط مساء يوم الجمعة صباح السبت حسب دخول التاريخ العالمي بحسب ساعة المسجد الحرام بمكة المكرمة مركز الأرض والكون بيت الله المعظم نقطة المركز لكوكب الأرض وربما يود جميع شعوب العالم أن يقولوا يا من يزعم أنه خليفة الله على العالمين ناصر محمد اليماني نحن نقرأ علانك من قبل الحدث أنك أعلنت بولادة هلالي محرم فجر السبت 28 ذي الحجة وهأنت كذلك أعلنت دفول القمر في طور الإبدار مساء يوم الجمعة ليلة السبت ويكتمل القمر بدرا تاما فجر السبت بتاريخ الواحد والعشرين من أغسطس لسنة 2021 وكذلك يشرق بدرا تاما مساء يوم السبت ليلة الأحد برغم أن كافة علماء الفلك في البشر يؤكدون أن حدث الاقتران المركزي التام لبقية أهلة آخر شهر ذي الحجة لم يحدث محاق قرص القمر من ضياء قمر ذي الحجة لعام 1442 إلا مساء يوم الأحد ليلة الاثنين قبيل غروب شمس الأحد ليلة الاثنين بتاريخ بيت الله المعظم المسجد الحرام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة عصر يوم الأحد ليلة الاثنين فكيف يكتمل القمر البدر لشهر محرم صباح السبت؟ فكثير من العالم فجر السبت نائمون ولكننا نريد قمر محرم كذلك الجري يشرق علينا ونحن صاحين بدرا تاما ولسنا نائمين ولن يحدث هذا الميقات إلا أن يشرق القمر البدر كذلك مكتملا مساء يوم السبت ليلة الأحد وكل بحسب شروق القمر بأفق الشروق عند غروب شمس يوم 21 أغسطس يوم السبت ففي هذا الميقات كل العالم ليس فيه نائمين في سباة الليلة عند غروب شمس يوم السبت تاريخ 21 أغسطس لسنة 2021 أي مساء يوم السبت ليلة الأحد فمن ثم يرد على كافة البشر خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول فلكم ذلك بإذن الله كما سبق إعلانه لكم من قبل فانتظروا شروق القمر مئة بالمئة مساء يوم السبت ليلة الأحد إن كنتم من الصادقين أن الشمس حقا أدركت القمر فولد الهلال من قبل الاقتران المركزي واجتمعت به وقد هو هلال فبما أن الاقتران المركزي حدث مساء يوم الأحد ليلة الاثنين نهاية شهر ذي الحجة لسنة 1442 إذن فكيف يشرق القمر بدرا مساء يوم السبت ليلة الأحد؟ فلا يوجد في هذا العالم من أعلن بدخول شهر محرم مساء يوم السبت ليلة الأحد في البشر العجم والعرب فإن حدث وأشرق البدر مكتملا مساء السبت ليومنا هذا 21 أغسطس لسنة 2021 فصدقت فلن يستطيع كافة علماء الفلك أن يحجبوا القمر البدر المكتمل بغربها لا مساء يوم السبت ولن يستطيعوا أن يستخفوا بعقول البشر إلا من أبى واستكبر من بعد ما تبينت الآيات الكونية لكافة شعوب البشر وقاداتهم فمن ثم يرد عليكم خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول وهو كذلك فكونوا شهداء على أنفسكم وقادات شعوبكم على حدث الآية الكونية مساء يومكم هذا السبت لشروق آية بدر الإمام المهدي لشهر محرم تاريخ 1443 الموافق الواحد وعشرون من شهر أغسطس لسنة 2021 وكفى بالله شهيدا وهانذا الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أعظ كافة قادات شعوب البشر موعدة أخيرة وأقول لكم فلتبشروا أن نزدكم عزا إلى عزكم ونثبتكم على كراسي شعوبكم بشرط من الله عليكم في محكم القرآن العظيم وقد جعل الله شرطه محكما واضحا بينا لا يحتاج لتفسير ولا تأويل ذلك شرط الله عليكم في محكم القرآن العظيم في قول الله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيَا لَشَدِيدَ صدق الله العظيم اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شقيقكم في الدم من حواء وآدم خليفة الله على العالم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني